قالت قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية بأن بقاء السلاح في يد الميليشيا يشكل تهديدا مباشرا على السلم ومستقبل التسوية السياسية وعبد التخوفها من أن تؤدي صيغة اتفاق السويد إلى تغييب قضية السلاح الميليشيا الذي يتوجب انتزاعه وليس إعادة انتشاره وجددت قيادات الأحزاب السياسية خلال لقاءاتها بالمبعوث الأممي مارتين جيريفيت اليوم في السفارة اليمنية بالرياض تأكيدها على ضرورة الالتزام بالمرجعية الثلاث وتنفيذ اتفاق السويد وإلزام الميليشيا الانقلابية بتطبيق بنوده فورا كما شددت على تنفيذ الاتفاق بشأن تبادل الأسرى والمختطفين في معتقلة الانقلابيين وادانت الأحزاب جريمة قصف الميليشيا الحوثية لمخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة ورفضها لفتح ممرات آمنة لقوافل الإغاثة الإنسانية من ميناء الحديدة وطلبت الأحزاب اليمنية المبعوث الأممي بكشف الجهة المعرقلة لتنفيذ اتفاق السويد وعدم السماح لها بالاستمرار في التحايل على القرارات الدولية